مساعي نيابية حثيثة لإنصاف أبناء الكويتيات وظيفيا لا قصد إيجابيا من الحكومة التي وافقت على السماح بأن تكون أولوية التعيين بعد الكويتي لأولاد غير الكويتيين من أم كويتية يعني خطوة جيدة من الحكومة وبلا شك بأن التركيز على أبناء الكويتيات والتركيز كذلك على أبناء الكويتيين البدون لتوظيفهم بلا شك هذا يساعد في يعني معالجة الخلل في التركيبة السكانية لأنهم فعلا هؤلاء أبناء البلد فالتركيز عليهم ومساعدتهم وتوظيفهم راح يعالج المشاكل الموجودة في التركيبة السكانية زائد أنه يفترض أن نسارع في تقديم تشريعات من شأنها فرض على القطاع الخاص نسب معينة لتحديد العمالة الوطنية الكويتيين وأبناء الكويتيات كذلك زائد الأخوان البدون ندعم هذا التوجه وأبناء الكويتيات هم جزء من المجتمع وعليهم واجبات ولهم حقوق وبالتالي تمكينهم وتوفير الفرص العمل لهم بالتأكيد هذا راح يساهم برفع العب على الأسر الكويتية والأسر الخاصة فيهم ومن جانب آخر طالب عدد من النواب بتحريك عجلة تجنيس أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل يفترض أن ينزل الكشف حاليا من أبناء الكويتيات طبعا لكن تم تعجيله ولكن نحن طالب أن الكويتيات المستوفة جميع الشروط يجب أن يتم التجنيس للجميع أمات حاولنا في المجلس الماضي أن يكون التجنيس لا يقل عن 4000 ولكن صار التصوير صار التجنيس بما لا يزيد عن 4000 وبالتالي طبعا نحن مع حق التجنيس بالنسبة للماضي الكويتية تجنيس أبناءها وسنتابع ملف تجنيس بالنسبة لهم حاليا وكذلك مثل ما صال الآن لله الحمد مكرم أميريا من سمو الأمير الله يحفظه بعادة صرف الجناسي لمنصف الجناسي وكذلك يجب أن ينظر بالنسبة للمجلس الأمة والحكومة على موضوع تجنيس أبناء الكويتيات سنتابع هذا الملف بإذن الله نعم هذا أمرا مستحقا ويجب أن يحصل للمجلسية كل من هو مستحق لها وأن يكون هناك نظرة إنسانية للمسألة خاصة مع استمرار المعاناة أخواننا من غير محددين جنسية وعلى وجه الخصوص أبناء الكويتيات هذا كلام يجب أن يجد طريقة إلى التنفيذ لأن الناس ملت من الكلام الكثير دون اتخاذ إجراءة طيبة الحكومة متبقى ومحن متبقين وين المشكلة؟ المشكلة في التأخير والتأجيل وهذا سيعتبر وصمة عار في جبين الكويت أن تستمر هذه القضية بدون حلول تقدم ملحوظ أحرزته المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فيما يتعلق بحقوقها الاجتماعية فيما لا يزال هناك طموح وعقابات تأخذ بعين الاعتبار بلجنة المرأة البرلمانية لتلفزيون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر